المصيبة بقى الكبيرة فعلاً أن العالم كله وفي مقدمتها الدول اللي زي حالتنا بنواجه ما يسمى بوباء السكر أنت عارف أن كلمة وباء في المصطلح الطبي متصلة بالمراض المعدية السكر مش مرض معدي ولكن ده استثناء منظمة صحر العالمية قالت أنه فعلاً وباء القرن الواحد وعشرين العداد بتتضاعف على مستوى العالم على مستوى المنطقة بتاعتنا تعتبر المنطقة بتاعتنا منطقة العربية والشرق الأوسط وشرق الشرق الأوسط بالتحديد من أكثر المناطق في العالم اللي بتزيد فيها نسبة السكر زيادة خطيرة ده الكارثة اللي حقيقية في السكر الدولاي طبعاً السؤال المنطقي ليه وإن اللي حصل يزود السكر كده طب قبل ما نسيب حتة الأعداد والإحصائيات احنا عندنا كم مليون مصاب تقريب ما عرفش يقوله 8 مليون من رئيس الدولة حتى أظهر طبيب في مصر ما حد الشي يعرف ويدي بقى إحنا في اللجنة القوامية للسكر دي أحد أولوياتنا في اللجنة مش كلا أن إحنا أكتب من 92 مليون مش انتحمى بمسح زري يعتمد على القسس العلمية محتاجة يعني تمويل كبير وتنظيم كبير صبراً لانه تمويله